في ظل غالاء أسعار زيت الزيتون وكذلك في ظل عدم وجود الزيتون هاد سنة بوفرة وبالتالي عدد الشيء غادين عكس على الأسعار ديال زيت الزيتون فالحكومة درت واحد الإعفاءات الكلية حتى الـ 31 دجربير 2024 على استيراد الزيت والزيتون من الدول الخارجية لكتنتج الزيت والزيتون هذا الأمر كذلك ينطبق على الأبقار والأغنام كما تعرفوا أن اللحوم الحامرة والثغالية في المغرب تتوصل حتى 130 درهم 140 درهم 120 درهم 110 درهم يعني 100 درهم من الفوق في ظل كذلك قلة وان أدرت رؤوس الأغنام وكذلك رؤوس ديال الأبقار فهذا الإطار الحكومة درت نفس الخطة اللي درت في الزيت العود أو في الزيت الزيتون وحيدات الضرائب للناس اللي غادي يستوردوا واللي غادي يجيبوا اللحم أو الأغنام أو الأبقار مبرا للاستهلاك الداخلي داخل المملكة المغربية هذا الإعفاء دار إبيد دار بموجب مرسوم وغادي يمتد حتى النهار 31 ديجنبير 2024 أي حتى الأخير ديال هاد السنة هدي اللي احنا فيها بإذن الله تعالى هنا سألة هاد الفيديو كنت منه من أي واحد تشافه حتى النهاية يشارك في القناة وكنت نشكر جميع المشتركين والمشتركات في القناة وكنت من لهم أوقات طيبة أينما حلوا وارتحلوا موعدنا سيتجدد في لقاء قريب بإذن الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته